الأسبوع اللي فات رحلت عن هذه الدنيا وهذا العالم واحدة من أهم وأفضل وأقوى مزيعات لو صح التعبير يعني مصر والعالم العربي أستاذة فايزة واصف الله يرحمه أهو قدام حضراتكم طيب أستاذة فايزة واحدة من الجيل بتاعنا احنا يعني الجيل بتاعي اللي هم بتوع أوائل السبعينات مش النصف التاني كما وإن كانوا النصف التاني طبعا نتذكرها كويس بس ولاد السبعينات دول عارفين برنامج حياتي كويس جدا والتركيبة بتاعة هذا البرنامج أستاذة فايزة واصف رحمة الله عليها مشوار عظيم كمزيعة وكاتبة ولو صح التعبير مرممة للعلاقات الإنسانية وسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في إنقاذ بيوت مصرية بل وأيضا قد يكون عربية من التفكك الأسري خلوني أرحب بضفنا وصدقنا العزيز الناقض والكاتب أستاذ أحمد سعد الدين منورنا نورك إزاي الحال؟ حمد لله كله تمام؟ بقى أنا سألتك وإحنا قبل ما نبدأ الفقرة قلت لك قبلت أستاذة فايزة قلت لي أختي صديقة بنتها طبعا طبعا فكان فيه حتى ولو عدم اللقاء المباشر فانت عارف الأستاذة فايزة جاء هو بقى أنت بتكلم في عشرة عمر آه عشرة عمر كبيرة ما بين رندا بنت أستاذة فايزة واصف ما بين أختي لأنهم كانوا زمايل دراسة وحتى الآن هم على علاقة الحمد لله والأصدقاء المشتركين ولكن لما بتيجي تتكلم على فايزة واصف إحنا بنتكلم على أولا الإنسانة وهنقول بقى المبدعة طبعا وكلمة مبدع حط تحتها ألف خط ليه؟ فايزة واصف مع حفظ الألقاب من الرعيل التاني في التلفزيون يعني هي كانت بعد فترة كده من همة مصطفى زينة بالحكيم المجموعة دي طبعا دخلت تقريبا التلفزيون 63-64 في هذا الوقت التلفزيون كان ليه رسالة واللي بيدخل بيندمج في مجموعة التروس اللي هو إزاي تقدم رسالة فيها تسقيف توعية خدمات التلاتة المسلس ده قائم كده لو مسكنا برنامج زي حياتي اللي قدمته أستاذ فايزة هنلاقي ان انت بتتكلم في ايه؟ الجمهور عايز ايه؟ ما كانش ساعتها اللي عندنا انترنت ولا حتى التلفونات كانت ضعيفة جدا في الوقت ده ممكن كن في السارع كله في تلفونا عشان تكلم اسكندرية بتكلم السنترال يحجزوها في موكلة ما دي مشكلة؟ طيب ايه هي المشكلة؟ والله واحد اتنين ثلاثة طيب قبل ما اتكلم عن مشكلة تعالي نرجع بقى أستاذ فايزة هي خريجة علم اجتماع وعلم نفس ودرست كمان ايه؟ في نون مصرحية في نون مصرحية انت بتدرس النقد والسيناريو صح فلما بيجي لك المشكلة ما بتقولهاش والله أنا عندي واحد اتنين ثلاثة اربعة يبقى نعمل ايه؟ ده كده شكل مباشر ولكن عشان تهم كل الناس ان اعملها حلقة درامية تمثيلية وده اللي احنا كنا بنقعد نتفرج عليه وانتبع نتفرج ومشدودين كان البرنامج بيجي يوم الجمعة لما افتكر ساعة ساعة بقى تمانية حاجة كده اللي هو خلاص انت عارف ان التمثيلية هتبتدي فيها مشكلة معينة بالدور حوالين مشكلة معينة ثم بعد هذه التمثيلية ما تخلص أستاذ فايزة بتظهر معاها احد اضلاع الحلول طبيب محامي ايا كان بقى ايه هي المشكلة بعدين كان دايما الجملة الشهيرة المشكلة دي وصلت لنا من الاستاذة سين صادقين يعني لازم الايه؟ اول الحروب للحفاظ على خصوصية تيجي واحدة عندها مشكلة مثلا جايبه محامي بتتكلم هي طرحت هنا الطرح عن طريق التمثيل لان مش كل اللي بتفرج عليها يعرف 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 يكتب او يستوعب الكلام اللي ممكن يدور ما بينها وما بينه بالضبط لان في ساعات ممكن يبكي بكلام قوي اه قبل النهاية بلحظات تلاقي ايه؟ الضيف ده يقولك ماشي والله صاحبة المشكلة او صاحب المشكلة ممكن يجي للمكتب وانا متطوع ايوة ان انا حلها له سواء كان محامي سواء كان دكتور سواء كان مهندس الله عالم يعني اي ان كان حسب نوعية المشكلة فتلاقي استاذة فايزة بتقول ايه؟ واحنا بنناشط صاحبة المشكلة تيجي للدكتور فلان او المهندس فلان او اي ان كان وتقوله بس ايه ان هي صاحبة المشكلة اللي هي سين صادقي حلو هذا الموضوع قعد اكتر من يعني احنا بنتكلم مثلا على الاقل كده 25 سنة 25 سنة اللي النهاردة لما بتتفرجوا تقول ياه كانوا بعملوا ايه؟ لا ده كانت وسيلة الاتصال الاكبر والاكثر انتشارا كان عندك القناة الاولى والقناة التانية فقط لا غير بس من السبعينات حتى منتصف التمانينات صحيح يعني افتكر قناة تالتة بعد كده ظهرت القناة التالت في منتصف التمانينات ثم في التسعينات ظهرت القنوات التقليمية لكن كان القناة الاولى والتانية هم دول الاساس هنا كان الموزيع لابد ان يكون مثقف عنده مش هقولك عنده علم مش متبحر ولكن في اتجاهات مختلفة ليه؟ لان هي لما بيجيلها مشكلة فيها جوانب كتير مش كل الجوانب انا مخلقش انسان كامل الى الانبياء فهنا هي تلجأ لايه؟ للمتخصص بس في نفس الوقت هي بتعرف تعد ازاي الاسئلة على لسان السائل وهو ده بقى كان الموضوع الخدمي الكبير جدا جدا ولا كان بيهم الناس ويمس الناس موسيقى